بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تربط طالبات الثانوية العامة أهلاً ومرحباً بكم مع درس جديد من دروس علم النفس درس اليوم بعنوان الذاكرة سنتعلم خلال درسنا هذا أن تخزين المعلومات يسمى الحفظ والاسترجاع وعدم القدرة على استرجاع ما تم تخزينه يسمى النسيان وأن أنواع الذاكرة ثلاثة الذاكرة الفورية أو لحظية وذاكرة المدى القصير ذاكرة طويلة المدى مراحل عمل الذاكرة ثلاثة ألف مرحلة الاكتساب بها مرحلة التخزين وجيم مرحلة الاسترجاع وأن طرق قياس الذاكرة هي التعرف والاستدعاء تعالوا بنا سوياً نتعرف على هذه العناصر الأبناء والتي بالتفصيل أولاً تعرف الذاكرة الذاكرة عملية معرفية يتم فيها تخزين ما تم اكتسابه من معلومات لفترة من الوقت إذن هنتعرف على المعلومات هنكتسبها هندأ بعد فترة طويلة أو قصيرة نسترجع هذه العمليات ويسمى هذا الحفظ أو الاحتفاظ فإذا لم يتمكن الشخص من استرجاع ما تم تخزينه فإن هذا السلوك يسمى النسيان إذن النسيان هو عدم مقدرة الشخص على استرجاع ما تم تخزينه من معلومات أنواع الذاكرة أولاً الذاكرة الفورية أو اللحظية ومميزات هذه الذاكرة أنها تحتفظ بالمصيرات في صورتها الخام فهي تصاحب عملية الإحساس كعملية معرفية أساسية والمدى الزمني للذاكرة الفورية يكون قصير جداً أقل من نسو ثانية سرعان ما تختفي ويتم نقلها إلى الذاكرة قصيرة المدى وأن أنواع الذاكرة الفورية الذاكرة الفورية البصرية والسمعية وغيرها تنتقل المعلومات من الذاكرة الفورية إلى ذاكرة المدى القصير عن طريق الانتباه ثانياً ذاكرة المدى القصير وهي ذاكرة توصف بأنها من ضد عمل تستقبل المعلومات الوردة من الذاكرة الفورية وتوصلها لذاكرة المدى الطويل فهي حلقة وصل بين الذاكرة الفورية وذاكرة المدى الطويل فلا يستطيع أي فرض القيام بأي عملية عقلية بنجاح حتى نحفظ المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى وعند القيام بأي عملية حسابية تحتفظ بالمعطيات والمطلوب في ذاكرة قصيرة المدى ونسترجع القواعد والقوانين من ذاكرة طويلة المدى خصائص الذاكرة قصيرة المدى واحد الاتساء المحدود الذاكرة قصيرة المدى توصف باحتوائها كمية محدودة من المعلومات بشكل وحدات صغرى كالأرقام أو الكلمات وتتراوح ما بين خمسة لتساء وحدات وهو نفس مدى الانتباه ويختلف الناس في ذلك في ضوء الفروق الفردية بينهم الخاصية الثانية هي الدوام المحدود ومعنى أن الذاكرة قصيرة المدى تحتفظ بالمعلومات لفطرة زمنية محدودة حوالي ثلاثين ثانية ثم تختفي بعد ذلك ما لم تنقل إلى ذاكرة طويلة المدى ثالثا ذاكرة طويلة المدى وهي أهم أنواع الذاكرة لأنها تحتفظ بالمعلومات لمدة طويلة قد تكون سنوات أو أعوام مثل السن أو الإسم أو العنوان أو الأقارب أو طعم عدد كثير من المأقولات المختلفة ونسترجع المعلومات بسرعة كلما اعتمدنا على الخبرات السابقة أو المعلومات المختزنة ويتم تداولها في الذاكرة قصيرة المدى وربطها بغيرها أو تضمينها في أفكار أو عمليات أخرى أو ربطها بسور أو مواقف معينة مراحل عمل الذاكرة مرحلة الاكتساب مرحلة التخزين مرحلة الاسترجاع تعالوا بنا أبناء وبناتنا نتعرف سويا على كل مرحلة من هذه المراحل بشيء من التفصيل أولا مرحلة الاكتساب وفيها يكتسب الفرد المعلومات ويضعها في الذاكرة ثانيا مرحلة التخزين وفيها يتم استبقاء المعلومات في الذاكرة اذا انكتسبنا المعلومة خزننا المعلومة هنبدأ نسترجع هذه المعلومة وهي المرحلة الثالثة مرحلة الاسترجاع وفيها يتم استرجاع المعلومات التي يتم تخزينها طرق قياس الذاكرة الطريقة الاولى هي التعرف حيث يطلب من الشخص التعرف على منبه من بين عدد من المنبهات التي سبق التعرض له ومن امثلة ذلك التعرف على الاجابة الصحيحة من بين الاجابات الخطأ في اسئلة الاختياري او التعرف على المجرمين في اقسام الشرطة ثانيا الطريقة الثانية هي الاستدعاء حيث يطلب من الشخص ان يسترجع المعلومات التي تعرض لها في فترة سابقة ومثال ذلك حل مسألة رياضية او استذكار معلومة تاريخية مع ملاحظة ان طول قياس معلومات ذاكرة المدى القصير تختلف عن طول قياس معلومات ذاكرة المدى الطويل اما مراحل عمل الذاكرة فهي مرحلة الاكتساب مرحلة التخزين مرحلة الاسترجاع انواع الذاكرة الذاكرة الفورية او اللحظية ذاكرة المدى القصير ذاكرة المدى الطويل او ذاكرة طويلة المدى وهذا هو ملخص درس اليوم ابناء وبناتي والان اطرق لكم الاجابة على اسئلة التدريبات اسفل الفيديو المعروض عبر موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة شكرا لكم ابناء وبناتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته